اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين حاكم البنك المركزي التونسي يؤكد ان السياسات المتبعة جنبت البلاد ازمة كارثية النائب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله يكشف عن مستندات ووثائق تتعلق بفساد في الدولة ويؤكد احالتها على القضاء وفي النشرة ايضا الشعب الكوبي يصوت على الدستور الجديد ويؤكد التزامه بالاشتراكية اهلا بكم اكد محافظ البنك المركزي التونسي انه لو لا الاجراءات والتدابير التي اتخذها البنك لكانت كلفة عدم تفعيل السياسة النقدية باهظة عماد اشتار هو خيار الضرورة لتفادي السيناريو الاسوأ بهذه العبارات جابها محافظ البنك المركزي اصوات المنتقدين لخيارات السلطة النقدية في البلاد ولسيما بعد ان بلغ عجز الميزان التجاري عتبت ستة مليارات وثلاثمائة مليون دولار وارتفاع الدين الخارجي وصل الى 72% من الناتج الداخلي الخام فيما تراجع مخزون العملة الاجنبية الى 84 يوم توريد ما اثر على سعر صرف الدينار الذي سجل انخفاضا بنسبة 13% مقارنة باليورو كما اثر سلبا ايضا على تصنيف تونس من قبل مؤسسات الترقيم الدولية الوضع سعيب اما الوضع زادة مش نكوننا صريح معاكم رأي تونس بلاد صغيرة ما زلنا عنا امكانيات كبيرة يزلنا نخدموا عليها بش هالمشاكل اللي احنا وصلناها لاليوم نحاولوا مع بعضنا نحلوها محافظ البنك المركزي يحذر من صعوبة تمويل حاجيات الموازنة الى 3 مليارات و330 مليون دولار هذه السنة من المؤسسات المالية الدولية في ظل تأخر الاصلاحات التي تعاهدت بها الدولة وارتفاع عجز ميزان الطاقة الى مستوى 400 مليون دولار وازدياد عجز الميزان الغذائي الذي بلغ 340 مليون دولار مقابل ضعف الاستخمار والادخار والصناعات المعدة للتصدير في 2018 وقع الترفيع نسبة الفائدة المدرية 3 مرات ولكن النتيجة ارتفاع واستمرار في ارتفاع الاسعار ينبغى ان يكون هناك توافق ما بين الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية حول مشروع وطني للاصلاحات يراعي اولا قبل كل شيء منها اوضاع البلاد والاقتصاد البلاد حارج ولكنه ما زال تحت السيطرة بحسب محافظ البنك المركزي الذي يرى ان البقاء تحت خيمة الصناديق الدولية افضل بكثير من سيناريوهات اخرى قد تكون كارثية على البلاد الى التوافق سريعا على رؤية لبرنامج اصلاحي لاقتصاد البلاد يعيد ثقة المستثمرين ويدفع عجلة التصدير تحتاج تونس غير ان المرحلة ما قبل السباق الانتخابي هي مرحلة مناكفات بامتياز قد تكون كلفتها باهظة على الجميع ايما اشتار تونس الميادين في اطار الاستعداد لزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق استقبل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي نائبة وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي الجانبان بحث تطوير العلاقات بينهما وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وقضايا المياه والحدود وتأشيرات الدخول والرغبة المشتركة في التوصل الى مذكرة تفاهم واضحة تحقق المصالح المشتركة للبلدين وامل عرقجي ان تسهم زيارة الرئيس روحاني المرتقبة الى العراق في تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري اعلن نائب رئيس جمعية المقاولين في طهران ابرام مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا لبناء 200 الف وحدة سكنية في دمشق واوضح المسؤول الايراني ان تنفيذ المذكرة سيتم على الارجح في غضون الشهور الثلاثة المقبلة لافتا الى امكانية حصول سوريا على خط اتمان من ايران بقيمة ملياري دولار تشهد سوريا اقبلا على انشاء مشاريع لتوليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في ظل الانقطاعات المتكررة في الطاقة الكهربائية وذكرت صحيفة الوطن السورية ان عدد طلبات ترخيص مشاريع توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة بلغ 58 طلبا منها 41 تمت الموافقة على ترخيصها تتوزع على محافظات دمشق حمص ترطوس ريف دمشق السويداء واللاذقية اعلن النائب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله ان تصحيح حسابات الدولة ضروري من اجل استقامة المالية العامة للبلاد وقطع الحساب ثم انجاز الموازنة كاشفا عن امتلاكه وثائقة ومستندات رسمية ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة هناك مستندات مفقودة ضائعة او ضيعت عن قصد اخفيت معلومات اساسية عن الارادات والنفقات الارقام غير متتابقة والقيود فيها اخطاء لا تحصى وجميع الحسابات فيها مخالفات كثيرة ومشاكل خطيرة وهو ما يدعو الى طرح اسئلي عن مصير الاف مليارات الليرات اللبنانية من الهبات والسلفات والقروض وغيرها من الحسابات في كوبا اكد الرئيس ميجيل دياس كنال ان الكوبيين صوتوا لدستورهم والادفاع عن فنزويلا والتي تمثل كرامة القارة على حد تعبيره هذا وصوت الناخبون في استفتاء على دستورهم الجديد الذي يجدد التمسك بالنظام الاشتراكي سار الحاف تجديد التمسك بالنظام الاشتراكي ابرز ما ينص عليه الدستور الكوبي الجديد الذي صوت عليه الناخبون الكوبيون في استفتاء عقيدة لا عودة عنها للبلاد في مواجهة ضغوط واشنطن على كوبا وفنزويلا شدد عليها الرئيس الكوبي ميجيل دياس كنال الذي اكد ان الكوبيين صوتوا لدستورهم للدفاع عن فنزويلا التي تمثل كرامة القارة بالامس كانت هناك مجموعة من الرؤساء على الحدود مع كولومبيا تبدو كأنها حفنة من المهرجين ما الذي كانوا يدعمونه كل هؤلاء الرؤساء لديهم مشاكل اكثر مما لدى فنزويلا اننا بتصويت الكوبيين على الدستور الجديد نفعل ذلك لاجل امريكا اللاتينية والكاريبي ونصوت لفنزويلا وندافع عنها يهدف الدستور الجديد الى ملاءمة دستور عام 1976 مع الانفتاح الاقتصادي في كوبا اذ يعترف باقتصاد السوق وبالملكية الخاصة ويعتبر الاستثمارات الاجنبية ضرورية لدفع النمو فيما يتعرض الرئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو لضغط كبير من واشنطن وبعدما اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الاشتراكية تعيش ايامها الاخيرة في فنزويلا وايضا في نيكاراجوا وكوبا اكد الدستور الجديد الطابع الفريد للحزب الشيوعي الكوبي والاشتراكية خطوة تؤكد ان كوبا ستبقى المدافع عن اليسار في امريكا اللاتينية قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان اسعار النفط ترتفع اكثر مما ينبغي في اشارة الى وصول سعر برميد النفط الامريكي الى 65 دولار وفي تغريدة على موقع تويتر دعى ترامب منظمة اوبك الى الاسترخاء واخذ الامور ببساطة وكان ترامب قد وجه انتقادات لاداء المنظمة مرات عديدة منذ توليه الرئاسة معتبرا انها تقوم باحتكار اسواق النفط وتؤثر سلبا على اسعارها كشف محافظ الهيئة العامة الاستثمار في السعودية ابراهيم العمر ان حجم الاستثمارات السعودية في مصر سجل 54 مليار دولار بينها استثمارات في القطاعين الحكومي والخاص وخلال فعاليات منتدى الاعمال المصري السعودي اضاف ان البلدين لديهما رؤية مشتركة في ظل حراك تنووي كبير في مصر بفضل السياسات الجديدة لجذب الشركات الاجتبية واشار الى ان السعودية تستورد 6% من الاغذية من مصر معتبرا ان هذا الحجم من التبادل لا يلب طموح الجانبين وهناك عشرة مشاريع كبرى تعمل عليها السعودية في مصر من دون ان يحدد مجالاتها تراجع تسعار النفط خلال تعاملات الاثنين تحت وطأة معروض وفير بسبب تنامي الصادرات الامريكية ومنافستها المنتجين التقليديين في الشرق الاوسط ما يجبرهم على عرض تخفضات على اسعار خامتهم وتم تدول عقود خام برينت العالمي عند 67 دولارا للبرميل الواحد فيما هبطت عقود الخام الامريكي غرب تكساس الوسيط الى 57 دولارا وعشرين سنة للبرميل هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد الى اللقاء